طبعا مشاهدين بعد ما تعرفنا على الموهبة الجميلة والخاصة بالرسم الرقمي للفنانة زبيدة مستكملين معاكم ما تبقى من صباح الشرقية يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للدراجات الهوائية لما لها من أهمية على صحة الأفراد ويشارك الكثيرين في هذه الرياضة على مستويات عالمية خلونا نتابع هذا التقرير ونتعرف أكثر عنه يطلق مجلس الشارق الرياضي في الثالث من يونيو فعالية رياضية جديدة تزامنا مع اليوم العالمي للدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية لتشجيع ممارسي هذه الرياضة ومختلف فئات المجتمع سواء من داخل الدولة أو من خارجها كما يأتي تنظيم فعاليات الدراجات الهوائية كل عام في إطار حرص المجلس على تعزيز هذه الرياضة في إمارة الشارقة وتشجيع فئات الجمهور على ممارسة الرياضات المختلفة التي من ضمنها رياضة الدراجات الهوائية يهدف اليوم العالمي للدراجات الهوائية إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية واستقطاب الشباب لممارستها وإبراز الوجهات الرياضية والمعالم السياحية للإمارة والترويج لها بالإضافة إلى تحفيز فئات المجتمع على المشاركة في مثل هذه الفعاليات هناك الكثير من الفوائد الصحية التي يكتسبها جسم الإنسان بممارسة ركوب الدراجات الهوائية من بينها تعزيز سلامة القلب والأوعية الدموية والرئتين هو ذلك من خلال التنفس بعمق والحصول على كميات كبيرة من الأكسجين أثناء التنفس وزيادة درجة حرارة الجسم مما يساعد على تحسين مستوى لياقة الجسم بشكل عام ويزيد قوة ومرونة عضلاته تابعنا معكم مشاهدين هذا التقرير وتعرفنا أكثر على اليوم العالمي الخاص بالدرجات الهوائية هي رياضة من الرياضات صراحة المفيدة والممتعة وأيضا المميزة وخاصة في المنطقة الشرقية يعني شفنا في أيضا أماكن مخصصة للرياضة بالدرجات الهوائية وأكيد راح تكون لها فوائد كثيرة فوائد صحية بدنية وأيضا عقلية فدائما مشاهدين يعني تعودوا على هذه الرياضات وخلت تكون أيضا جزء من روتينكم اليومي والحين مشاهدين راح ننتقل معكم لمنطقة من المناطق الشرقية لتتميز أيضا بطبيعتها الجبلية الساحرة وتعتبر منطقة شيص إحدى تلك المدن الجبلية ذات تباريس فريدة خلونا مشاهدين نظهر هذا التقرير ونتعرف أكثر على جمالية مدينة شيص نرجع بعدها منطقة شيص التابعة لعروس الساحل الشرقي مدينة خورفكان تحيط بها الجبال الشاهقة التي تمتاز بجماليات خاصة وطبيعة خضراء ساحرة ومناخ معتدل وكثرة عيون المياه العذبة فيها عرفت منطقة شيص بكرم أهلها وخصوبة أراضيها إنها تضم بين جبالها المزارع الخضراء بكل الأشجار والمحاصيل الزراعية وانتشار مختلف النباتات الطبيعية في المنطقة أصبحت منطقة شيص مقصد العديد من السياح من مختلف نواحي الدولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة وذلك بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إذ شهدت المنطقة الواقعة في أقاص الجبال نقلة حضارية من خلال حزمة من المشاريع التطويرية وأندادها بالقدمات والمرافق الحديثة والترفيهية بعيدا عن المنطقة التراثية في شيص حيث الحصون والقلاع القديمة التي تعد الشواهد الصامدة على تاريخ الحضارة القديمة تابعنا معكم مشاهدين هذه اللقطات الجميلة والخاصة بمدينة شيص التي تعتبر من المدن الجبلية الجميلة والتي فيها الكثير من الأمور الجميلة وتعتبر أيضا مكان سياحي فيها الكثير من المقاومات الجاذبة للسياح والزوار وما ننسى حديقة شيص التي تعتبر من أجمل الحدائق الموجودة في المنطقة الشرقية في دولة الإمارات هذه دعوة مننا مشاهدين للحين ما زار شيص وما استمتع بجمالياتها وبكل الزوايا الموجودة فيها تقدرون تزورونها وتستمتعون أيضا بخضرتها وبجبالها وأيضا نتمنى لكم رحلة ممتعة في هذه المدينة الجميلة والحين مشاهدين عدنا موهبة جميلة تعتبر من بنات الإمارات نحن نعرف أن بنات الإمارات دائما مبدعين في مواهبهم وضيفتنا لليوم منار تميزت بالحرف والأشغال اليدوية وبرعت أيضا في صناعة العرائس والإكسسوارات التي تناسب المرأة والطفل وتسعى دائما منار إلى أرضاء كل الأذواق رح نعرفكم عليها ونعرفكم أيضا على موهبتها وابداعاتها فنصبح بالخير على منار أحمد المرزوقي لسعة صباحة شمنار الله يخليك حياتك الله معنا اليوم طبعا مثل ما قلنا للمشاهدين تعتبرين من المميزات في الأشغال اليدوية والحرف الجميلة فحابنا نتعرف أكثر نحن والمشاهدين على هذه الموهبة كلمينا عن موهبتك موهبتي سلمت الله يعني أقدر أقول أننا يعني العائلة ما شاء الله عندنا ويت حرفيين وفنانين فأنا يا أصلا من خلفية من وقت الطفولة وإحنا يعني ما شاء الله كنا نمارس الحرف اليدوية من أسرة موهوبة ما شاء الله الأسرة موهوبة الوالدة أصلا كانت مدرسة فنية فهذا بعد عامل كان جدا مساعد عساسا أن الواحد يطور من نفسه وتقدرين تقولين الحرفة هذه مرت على ثلاث مراحل تقريبا أول مرحلة هي كانت مرحلة الطفولة يوم كانت الوالدة مدرسة فنية كانت فيه الكتب المعروفة اللي هي سلسلة اليابانية للكتب اندوري اسمها كتوايدة حابة تشوف الكتب هذه بعدين وقت الصيف يوم كنا نروح الإجازات للكويت خالاتي كانوا يحبون أن يستثمرون وقت الصيف يعني نمارس فيها مثل هوايات كانوا يعلموننا على الورود السيراميك كانوا يعلموننا شلون نسوي العرائس بخيوط الصوف تطور الموضوع بعدين يوم اللي تعرفت على صديقتي هنا في الإمارات برازيلية هي كانت أول شخص علمني على مكينة الخياطة هي اللي عرفتني على مكينة الخياطة وخلتني أتجرب بالمكينة ومن هناك بدت الهواية وصارت عبارة عن شغف ما شاء الله يعني نحن عرف أن أنت تشتغلين بالأشغال اليدوية ودائما عندك أشياء تميزت عن باقي المواهب اللي نحن نشوفها في هذه الفترة فحابين أكثر يعني نتعرف على الشغلات اللي تسوينها على العرائس والاكسسورات الخاصة بالمرأة والطفل يعني يابتلنا ويت سوالف من شغلتش والشيء الحلو بعد منار أن أنت بروحت تشتغلين على هذه الأشياء وتحبين حد يساعدت وبروحت أيضا تشرفين عليهم هي مو ساتفة ما أحب أحد يساعها هي لأن أعتز أن تكون بأيدي إماراتي أعساس نثبت حق العالم مو بس يعني أن يكون موضوع محلي يعني ممكن إحنا نوصل للتنافسية للدول الثانية مثلا عندك شوائد إحنا نعرف حرفيين وإحنا نعرف أن اليابانيين مثلا معروفين بدقتهم في العمل فإحنا الشي اللي يمنعنا دام أنك أنت تقدر أنا أقدر هي هذه القاعدة جدا بسيطة دام أنهم يقدرون بغض النظر عن العوائق يعني إحنا لا نقدر نتخطاها إذا كان هذا الشغف وإحنا مقتنعين فيه يعني قناعة تامة وكاملة رح نبدع فيه بالضبط إذا نحن خلنا نراوي المشاهدين بعض الشغلات الجميلة اللي يقتنها معك رحب تدي بالزرقة اللي صوبت لأن صراحة ألوانها حلوة هذه Wonder Woman هي شخصية من شخصيات ماربل كرتونية انتوفها بس مع المشاهدين منار يرسل في لنا عنها ها أصلا يعني شكلها هي Wonder Woman هاي شخصية معروفة في الكاريكاتير الأمريكي سويتها بطريقة أن تكون تناسب حق الأطفال يعني Wonder Woman في الرسوم شكلها وائد غير شكلها يعني مرأة بس هذه عساس أن تناسب الأطفال بأعمار صغيرة أن حتى أهم يحبون مثلا سوبرمان باتمان يعرفون هالشخصيات هذه نفس الشخصية اللي بيدتش هي هاي شخصيات الباتمان بس أن تكون محوة يعني شوية محورينها بطريقة مطورتنها شوي ايه بطريقة أن تناسب الطفل الصغير نجوفوا مع المشاهدين بشكل مطور خبريننا عن الأدوات وشغلات اللي تستخدمينها في هذه الدمى أكثر شيء هي خامة الجوخ مثلا هالدمية هذه استخدمت فيها خامة الجوخ اللي يسمونها الفلت أو بالإنجليز يسمها فلت ويسمونها جوخ أو لباد خياطة هاي بالمكينة لكن العروسة هذه اللي بيدي هذه ترى أمية بالأمية خياطة إيد خياطة يدوية خياطة يدوية إيه كم تأخذ منك الدمية الوحدة إذا كانت خياطة يدوية يا منار تأخذ منك وقت طويل؟ يعني تأخذ من يوم إلى يومين تقريبا عساسا أن أنت لأنك الجزئية بروح وبعدين لازم يعني تركبينها عساسا أن يكون الشكل كامل نعم أنزل أنت وصلت أحيانا ببعض الطلبات الصعبة والطلبات الغريبة من الزباين يعني أنت بدلين جهد لي ما تقنعينهم بالشيء المناسب واجهتك شايل أمور؟ والله هو التحدي يصير لما تكون يعني الزبونة أو العميلة مطرشت لي صورة وتبغي نفسها في بعضهم مثلا أقول لهم أنه ممكن تختارون من مجموعة الأشكال المتوفرة فيه يعني وحدة يزاهى الله خير يعني كانت تجربة صراحة يديدة بالنسبة لي أنا وبنسبة لها هي وهي يعني حطت ثقتها فيني قلت لها خليني أجرب شيء يديد وفعلا أنا طولت عطتتش فرصة تجربين عطتني فرصة يعني هذا الشيء الجميل يعني يعطيها العافية أنه رضت تميت فترة طويلة عساس أنه يعني أطلع عنا بهالفكرة هذه والحمد لله يعني كيف كانت النتيجة؟ النتيجة أنا بروحي ما أتوقعتها صراحة يعني حتى هي كانت راضي عليها الحمد لله مبدعة ما شاء الله لتشمينار ما تستصعبين كل الصعوبات وإذا كانت في صعوبة تعتبرينها مثل التحدي مثل تحدي لازم تخاصين وتنجزين الشيء بالشكل المطلوب يعني الشيء الحلو أن أنت منوع بالشغلات اليدوية يعني فيه العالمي فيه المحلي فيه التراثي نحن نشوف الشغلات اللي هنا على الطاولة يعني مستخدمها شوية الطابع التراثي فيها فسول في لنا عنها شوفي في مثل أجنبي قلت يعني فكر عالميا وطبق محليا احنا ممكن نأخذ التقنيات احنا خلاص صرنا عبارة عن قرية صغيرة كل حد يعف الثاني كل حد يشوف خبرات الجنسيات الثانية البلدان الثانية فأنت ممكن تأخذين فكرة من شخص أو من ديرة ثانية وممكن تطورينها الضيفين عليها بصماتك الخاصة الضيفين عليها اللي تناسب بيئتك اللي تناسب مجتمعك أنت فمثلا الكواب هي كانت فكرة تكوب عادية حبيت أني أخليها طريقة أن تكون مناصبة حق طبعا النساء التراث الإماراتي والتراث الإماراتي اللي يحب مثلا احنا عندنا عشق للسدو فكنت مساوية مجموعة في ألوان مختلفة للسدو والناس أذواق يعني فقلت أن هالفكرة هذه عساس أن أفتح آفاق الناس أو الزباين أن الموضوع مو محصور بس أن سدو وشي تراثي أنتم ممكن حتى تختارون تختارون بجوانب أخرى بجوانب أخرى يعني ممكن يصير مجموعة كاملة مثلا حق زينة غرفة غرفة طفلة ممكن أنت تزينين فيها تخلينها مثل سنتر فيس على الطاولة وفكرة جميلة منار يعني يمكن بهذه الطريقة نحن أيضا نعرف الأطفال والأجيال الحالية بالعادات والتقاليد وإتراث الإماراتي وآداب صب القهوة بما أنه شكلها مثل الفنيان فيعني فكرة جميلة صراحة هي كانت فكرة تيتش ولا فكرة أحد الزباين طلبت منتش هذا لا والله هي فكرة كانت موجودة على الإنترنت بس كانت يعني فكرة عادية فمع بعد ما تمكنت أنا من التقنية خليتها أن ليش ما تكون فكرة تتناسب يعني خاصة فترة رمضان الحريم يعني يحبون الزوارات يعطون يعني هدايا حد بعض فقلت أنه دائما الرمضان يكون هي فترة فترة وايد عزيزة علينا إحنا فحلونا نحن مميزها أيضا بهدايا وتوزيعات مميزة بضط بالطابع التراثي كل هالأمور المبدعة فيها منار يعني أكيد مثل ما ذكرتي أنه أنت من الصغر يعني أموت شاء الله يحفظها كانت لك يعني مثل داعم في أنت تدخلين في هذا المجال ومن بعدها صديقتك فكانت لك فرصة أنت تدخلين أيضا في ورش تدريبية تدخلين في برامة تتعلمين فيها أساسيات الشغلات اليدوية ولا كان مثل الاجتهاد الشخصي بروحت تتعلمين كل شيء ديد في هذا المجال فيه أشياء بلى كانت يعني اجتهاد نفسي بس أكثر شيء يعني كانت الكورسات عن طريق الأونلاين طبعا ما تكون يعني أكثر شيء أجانب فالتمرس كان على إيد أجانب أكثر شيء واللهم لك الحمد يعني أي دولة أنا كنت أزورها إلا ما تصير أني أتعرف على شخص هناك وهالشخص هذا يعني تعرفين أنت تروحين حق الأشياء اللي أنت تميلين لها فأنا ميو اللي كانت أشغال حرفية فسبحان الله يعني ربك يسخر لك الناس الحرفيين فتعرفت لي يعني يوم رحت كوريا تعرفت على وحدة كانت تصنع الدمى بطريقة كورية فقلت لها بعدها خذيت رقمه وهذا قلت لها علميني يعني ما علي عطيني كورس سجلي انتصالي لماذا أشتغلت يعني نفسك بالضبط يعني أنا ما كانت عندي يعني ما حطيت عاقلنا في اختلاف لغة هاي ما كانت مشكلة بالضبط آخر شيء هي تكون المتعة والشغف أول اللي راح يجرفتش حق هالأشياء هذه يعني أكيد استوات عندك حين خبرة كافية في هذا المجال ما تفكرين أنت تسوي نورة تعلمين البنات الأطفال خاصة أننا نحن حين بندخل على العطلة الصيفية فدائما أولياء الأمور والأمهات بالذاتي دوروا مثل هذه الشغلات المفيدة حق بناتهم ففي مجال أو حاطة في بالك أن أنت تفتحين بعض الورش التدريبية حاطة في بالي إي وأصلا نمسوية أنا مثل أدوات كاملة يعني كت كامل اللي هي خطوات باللغة العربية أول مرة تصير أن يعني الإرشادات تكون بالصور باللغة العربية مع الإكسسوارات اللي تحتاجين عشان تنتجين أنت شكل عرايس بطريقة جدا مبسطة أنه ما تكون صعبة حتى اللي ما عنده خبرة مكينة خياطة هي ما لها شغل مكينة الخياطة ممكن بالإيد بالإيد كلها شغل إيد على أساس حق جميع الفئات العمرية من البنات الصغار للحريم الكبار أنه يعني اللي يحب يتعلم وهي كامل بداية حق اللي يحبون يتعلمون حق شلون يصنعون العرايس كيف تكون البداية يعني شو الأدوات أو شو الأساسيات اللي كل حد يعني ياخذها بعين الاعتبار إذا بيدخل في هذا المجال إذا يبون يتعلمون على مكينة الخياطة أكيد أنت تحتاجين للأقمشة وتحتاجين للخيوط اللي تكون مناسبة للقماش ويكون عندك اللي أهم يسمونه الباترن أو الباترون بالعربي يسمونه عساس أن أنت هذا يكون عندك ثابت أن متى ما بغيت تتحددين على القماش هذا وبعدين على مكينة الخياطة وتخيطين نعم يعني أدوات بسيطة وموجودة في كل بيت وأيضا يعني هواية جميلة نشكرت على هذا الحضور أتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأيضا أتمنى لك التوفيق في الورش التدريبية اللي راح تنظمينها للأطفال وأيضا لأمهات كل الشكر والتقدير وتمنار على هذا الحضور والله يوفقت إن شاء الله شكرا لك منار